يقول ابن الطقطقي لما فتح هكذا فتح كله فتحات لما فتح هولاكو هولاكو دمر بلاد المسلمين فتحات هذه أيضاً كلها فتحات لما فتح هولاكو بغداد سنة ست وخمسين وستمائة هذه سنة سقوط بغداد نكبة العرب والمسلمين النهاية الرسمية للدولة العباسية لما فتح هولاكو خان بغداد سنة ست وخمسين وستمائة استفت العلماء من المذهب المختلفة في مسألة أيما أفضل السلطان الكافر العادل أو السلطان المسلم الجائر يقول صاحب الفخري ثم جمعهم بالمستنصرية التي بنها الخليفة المستنصر جامعة كبيرة كانت أشهر جامعة في الشرق الإسلامي ثم جمع العلماء من المذاهب المختلفة خاص المذاهب الخمسة الأربع السنية والإمام الجعفري جمعهم في المستنصرية بعث إليهم برقعة الفتوى لا بد أن تكتبوا في الرقعة أجيبوا أيما أفضل السلطان الكافر العادل أو المسلم الجائر الظالم فلما قرأ الفقهاء صورة الفتية أجفلوا وأحجموا خطير كيف يمكن أن يوضع الإسلام في معادلة الإسلام لا يوضع في معادلة هكذا تعلموا وهكذا ظلوا يعلمون الإسلام خلاص الإسلام مع الظلم مع القتل مع التجاوز مع الإنحطاط مع التخلف الإسلام مسألة غريبة عليهم على فكرة اليوم عليكم ليست غريبة اليوم أي شيء مسلم بسيط يعني لم يتلقى أو لم يتلقى من الثقافة الإسلامية إلا رؤوسها وعنواناتها يقول معروف الله عز وجل يقيم الدولة العادلة وأن كانت كافرة الكل يقول هذا هذه لم تكن مسألة مقررة ولم تكن واضحة ولم تكن ثقافة وأنا أقول لكم وإلى اليوم هي ليست ثقافة أمتنا وهي ثقافة متناقضة هذه حين توضع في الثقافة تتناقض مع مكونات ثقافته الأزف الشديد لأنه كيف تقول لي الله عز وجل يقيم الدولة الكافرة إذا كانت عادلة وأنت تعلم من ألف وثلاثمائة سنة لا يجوز الخروج على السلطان الظالم بشرط واحد أن يكون مسلما بما أنه مسلم ممنوع أن تخرج عليه وإن أخذ مالك وجلد ظهرك وفعل 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 ثم تقول لي من جهة أخرى قال شيخ الإسلام بن تيمية في السياسة الشرعية في إصلاح الرعي والرعي الله يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة لكن لا يقيم الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة موحدة في تناقض الأمور ليست واضحة مفردات هذه الثقافة ليست متساندة ليست متراسلة ليست متآزرة لذلك أنا أقول لكم ما لا يحجم عنه الآن مثقف إسلامي بسيط أحجم عنه علماء الأمة كلهم وفي المستنصرية أكبر جامعة إسلامية أكبر جامعة إسلامية وقتها الأزر كان موجوداً لكن لم يكن إيه؟ بتلك المثابة لسه لم يستوي على سوقه ولم يأخذ سمعته في العالم الإسلامي لكن هذه مستنصرية بغداد علماء الإسلام الكبار على المذائب الأربعة درسوا فيها أحجموا وأجفلوا فتقدم الشيخ ابن طاوس من علماء الإمامية الثنى عشرية كان مقدماً فيهم وكان نقيب الطالبيين العلويين كان نقيب الطالبيين العلويين تقدم الشيخ ابن طاوس وكتب فيها أي في رقعة الفتية وضع خطه وكذا يقول صاحب الفخر وضع خطه فيها بتفضيل العادل الكافر على السلطان المسلم الجائر الدنيا لا تدوم مع الجور حتى وإن ظهره الإسلام حتى وإن تبرر هذا الجور باسم الإسلام واسم الشريعة لا تدوم تعرفوا لماذا؟ الله لا يدومها ليس من سنة الله أن يدوم الله الجور وأن يقيم دولة للظلم ليس من سنة الله وسوف نرى نصداق هذا من كتاب الله الأجل الأعز سبحانه وتعالى قال هذا ابن طاوس ولعله أول عالم في تاريخ المسلمين نحن نحفظ كلمات ابن خلدون وكلمات ابن تيمية لا لا قبل هؤلاء جميعاً ابن طاوس متوفى سنة ستمائة وأربعة وستين يعني بعد سقوط بغداد يعني بأقل من عشر سنين ابن تيمية سبعمائة ثمانية وعشرين قرق بينهم أكثر يعني قرابة قرن تقريباً أقل من قرن ثلاثة أربع القرن قبل ابن تيمية وقبل ابن خلدون وقبل هؤلاء فتقدم الشيخ ابن طاوس وكتب فيها في رقعة الفتوى بتفضيل الكافر العادل على المسلم الجائر يقول ابن الطقطقي فتتابع بعده العلماء فوضعوا خطوطهم الأحناف والشافعية والملكة والحنابلة قالوا نح نفس الشيء نؤيد نفس الشيء ما الذي حصل أيها الأخوة؟ لماذا؟ لماذا أحرجه لك خان المسلمين وعلماء المسلمين رؤوس الأمة القدر الروحيين والفكريين للأمة المسلمة في العراق بهذه المعادلة المثيرة غير المأنوسة والغريبة جداً في تاريخ تفكيرهم كمعادلة لماذا؟ لماذا؟ لأنه كان بوذياً خلاكو أيها الإخوة لم يكن من أهل الأديان السماوية كان بوذياً والبوذية في الظاهر لا تعرف لا إلها ولا يوماً أي آخر ويقول لي بوذي ويفعل هذه الأفاعيل ما هذا السياسة؟ السياسة تتوسل الدين ولا تدخل في شيء إلا أفسدته طلب السلطة والتسلط والتسيد طبعاً باسم بوذة هكذا أنت وقت الحرومات